هل يجوز الأكل من لحم الاختبوط البحري؟ نعم يجوز لقول الله أحل لكم صيد البحر وطعامه والنبي قال عن البحر هو الحل ميتته هل يجوز الأكل من لحم النصارى؟ نعم يجوز لقول الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا للكتاب حل لكم والنبي أهدته يهودية شاف أكل منها هل يجوز الأكل من لحم الحصان؟ نعم يجوز قالت أسماء في صحيح البخاري ومسلم نحرنا فرصا على عهد الرسول فأكلناه هل يجوز الأكل من لحم النذر يجوز إذا كان نذر مطلق أما إذا كان مقيد بفقراء أو بأي شيء فعلى حسب تقييده هل يجوز الأكل من لحم العقيقة نعم يجوز هل يجوز الأكل من لحم الجراد يجوز قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت هل يجوز الأكل من سمك القرش نعم يجوز ولو كان ألوناب لأنه من صيد البحر وصيد البحر حلال هل يجوز الأكل من لحم سرطان البحر نعم يجوز هل يجوز الأكل من لحم الضب يجوز في صحيح مسلم قدم إلى النبي لحم ضب النبي ما أكل بس ما نها عنه فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة هل يجوز الأكل من لحم الضفضاعة لا يجوز عند الجمهور بخلاف المالكية قالوا يجوز ملاحظة المالكية يتوسعون باللحوم أما الأحناف يتوسعون بالمشروبات هل يجوز الأكل من لحم التمساح في قولين قول يجوز لأنه من البحر وقول بالمنع لأنه من ذوات الأنياب والنبي نها عن كل ذيناب من السباعة هل يجوز الأكل من لحم السلحفاة في قولين قول يجوز لأنه ما في أينهي قول ثاني لا يجوز لأنها تأكل المستقدرات والحياة هل يجوز الأكل من لحم الضبعة الأحناف يمنعون والشافعية وغيرهم يجوزون هل يجوز الأكل من لحم القنفذ بعض الحنابل على المنع والشافعية يجوزون هل يجوز الأكل من لحم الأطحية وفي عرقها دم اليسير من الدم في عرق الأطحية معفو عنه هل يجوز الأكل من لحم دجاج مجمد إذا كان ذكي وكان لحم مسلمون أو من أهل الكتاب فيجوز هل يجوز الأكل من لحم ذبيحة الملحد لا يجوز قال الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هذا والله أعلم